بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم ومع خدمة آآ شرح زي التعليم التي تقدم من خلال آآ تقديم شرح المناج الحاسب الاقلي للصف الاول والثاني الاعدادي. آآ نقدم لكم درس جديد عزيزينا طلبة الصف الاول الاعدادي واستكمالا لما آآ قد بدأنا من آآ انظمة تشغيل آآ الكمبيوتر او الانظمة الاساسية لتشغيل نظام الكمبيوتر والنهاردة معنا العنصر الرابع والاخير وهو العنصر آآ البشري. قبل ما نبدأ في الدرس بذكرك تاني اذا كنت اول مرة تشاهد هذه القناة بالضغط على سبسكرايب او الاشتراك. تفعيل زر الجرس حتى يصلك آآ كل ما نقدمه على هذه القناة. وعمل شير ولايك. هذا لا يكلفك شيء ولكن يدعم القناة ويشجعنا على الاستمرار في تقديم هذه الخدمة. نبدأ باذن الله وانا آآ العنصر البشري اللي هو رابع عنصر من العناصر الاساسية لتشغيل نظام الكمبيوتر. وانا نظام الكمبيوتر هي منظومة كبيرة آآ بيشترك فيها كسير من الاشياء وبيدخل فيها كسير من الاشياء آآ منها المقونات المادية والمقونات البشرية اللي هو العنصر البشري ومنها البرمجيات وخلافه. والعنصر البشري آآ ممكن نقسمه حسب آآ ما آآ او وظيفته في هذا هذه المنظومة. يعني ممكن نقسم العنصر البشري الى آآ اربع اشياء او اربع اشخاص او اربع آآ انواع من انواع آآ البشر. هما المستخدمين اللي هو زي انا وانت بنستخدم الكمبيوتر وانظام الكمبيوتر وغيره. فاحنا بنسمى المستخدمين واحنا المستفيدين او الهدف من هذه المنظومة انه يفيد الناس المستخدمين اللي هو زي وزيك. فاول عنصر من العنصر البشري آآ المستخدم وهو آآ اليوزير. آآ وده اللي هو انا وانت. بعد كده عندنا المحلل النظم. محلل النظم ده الشخص اللي آآ بيبدأ يحلل المعلومات آآ بمعنى بيجي على مسلا آآ موقع من المواقع الكبيرة او محرك بحس. ويبدأ يشوف كم واحد بيستخدم هذا محرك البحس ده. او يجي على آآ نظام تشغيل زي تشغيل ويندوز او لينكس او غيره. ويبدأ يشوف كم واحد بيستخدم هذا آآ النظام. وكم واحد بيشتكي. وايه المشاكل اللي بتواجه المستخدمين. ده اسمه محلل آآ نظم. بعد كده معانا المصمم. والمصمم ده اللي هو آآ بيصمم شكل المواقع آآ الكبيرة والصغيرة. اللي هو بيسموه ديزاينار. وديزاينار ده المصمم هو مسلا لو انت دخلت على موقع الفيسبوك. فبتلاقي شكل الفيسبوك ونظام. وكل ايكونة بتضغط عليها بتوصلك لشيء معين. هذا الرجل هو بيصمم شكل الموقع. يعني بيصمم الشكل اللي هيظهر عليه الموقع على الكمبيوتر. اما آآ الشخص الاخر او النوع الاخر من البشر هما المبرمجين. المبرمج ده هو الشخص اللي بيكتب لغة اللي بتظهر بها الكلام على الشاشة. بمعنى ان انت لو دخلت على اي موقع عندك مسلا. فالكلام اللي ظاهر سواء كلام ظاهر بالعربي او بالانجليزي. الكلام ده بيكتب بطريقة تانية او بلغة تانية اسمها لغة البرمج. اسمها لغة البرمج. وانت عندك فكرة عن لغة البرمجة زي برمجة الاتش تي ام ال والاتش تي ام ال خمسة ودي ممكن هتاخدها في الترم اللي جاي ان شاء الله. فدي اسمه المبرمج. يبقى المبرمج ده هو اللي بيكتب اللغة اه اللي بتاعة الكمبيوتر او اللي بيظهر عليها مواقع الكمبيوتر. معنا بعد كده اه في الكتاب المدرسي اه تلخيص. والتلخيص سهل بيغلخص لك اه جزء من اللي شرحناه او جزء من اللي فات. فانت بتقرأ هذا التلخيص. والتلخيص سهل ما نعمش محتاج ان احنا نضيع فيه اه وقت. وبعد كده هناخد الاسئلة. الاسئلة سهلة وبسيطة. وانت لو مذاكرة تحلها بسهولة ولكن ناخد اه جزء منها كده على السريح. السؤال الاول بيقول لك اختار الاجابة الصحيح. واول سؤال ده نبهنا عليه اللي هي شاشة اللمس. نبهنا عليه قبل كده وقلنا دي الشيء الوحيد اللي بيختلف عن باقي وحدات الادخال والاخراج. لان شاشة اللمس هي الشاشة اه هي الوحدة الوحيدة اللي هي تعتبر وحدة ادخال واخراج وشرحنا الكلام ده بانها بتكون زي المحمول اللي قدامك او اه المحمول التطش او اللمس اللي عندك. الشاشة بتاعته لو انت اه فتحت وقائمة الاسماء وطلبت اسم فانت هنا بتسمى وحدة اخراج. بتضغط على الاسماء وبتظهر لك الاسماء. لو حبيت تكتب اسم جديد ورقم تليفون جديد. هنا بتستخدم نفس شاشة اللمس ولكن بتستخدم في الحالة دي كوحدة ادخال. يبقى شاشة اللمس هي وحدة الادخال والاخراج معا. تعتبر من وحدات الادخال والاخراج معا. طيب. هنا رقم اتنين بقول لك من وحدات الاخراج الطبعة ولا الفارق ولا لوحة المفاتيح والميكروفون. من وحدات الاخراج طبعا الطبعة لان الطبعة هي بستطيع ان انا اطبع ما داخل الكمبيوتر. اللي داخل الكمبيوتر اقدر اطبعه على ورق. الزاكرة نقط هي اه الزاكرة التي تحتفظ بالبيانات بشكل مؤقت. واحنا قلنا لازم بتعرف كويس الفرق ما بين الرام وما بين الروم. وقلنا الرام هي الزاكرة المؤقتة. الرام هي الزاكرة آآ المؤقتة. بعد كده بيقول لك لو انا عندي تلاتة كيلو بايت تلاتة كيلو بايت آآ تتكون من كام بايت. يبقى لازم اعرف الكيلو بايت فيه كام بايت. الكيلو بايت في الف اربعة وعشرين بايت. الكيلو بايت فيه او يساوي الف اربعة وعشرين بايت. يبقى عشان احول التلاتة كيلو بايت لبايت يبقى هضرب تلاتة في الف اربعة وعشرين. يبقى هنا الاجابة بتاعته هي رقم الف. السؤال الثاني اكمل العبارات الاتية. اكمل العبارات الاتية. ولك من اجهزة كمبيوتر. وده طبعا اسئلة سهلة وبسيطة. هو جهاز اه المكتبي. كمبيوتر المكتبي. والاجهزة الزكية او وهنا السؤال التاني عناصر نظام الكمبيوتر وحنا لسه درسين من العنصر البشري. وعندك العنصر المادي. وتكمل العنصر التالت. من وحدات الادخال. عندنا من وحدات الادخال. دي من وحدات الادخال. من وحدات الادخال. ولوحة المفاتيح من وحدات الادخال. طيق. رقم اربعة وحدة قياس سرعة المعالج. وحدة قياس سرعة المعالج. وحدة كياس سرعة المعالج هي بتسمى الهيرتز. احنا اخدناها قبل كده اسمها وحدة قياس سرعة المعالج اللي هي الهيرتز وبيرمز لها برمز اتش زد. اتش آآ زد. السؤال الثالث آآ بيقول لك لماذا سميت الزاكرة الدائمة بهذا الاسم. الزاكرة الدائمة سميت بهذا الاسم لانها لا تفقد بياناتها عند انقطاع الطيارة الكهربائي او عند غلق او قفل جهاز الكمبيوتر. دي الزاكرة اه الدائمة. ليه سميت الزاكرة الدائمة بهذا الاسم? لانها تحتفظ بالمعلومات عند انقطاع الطيارة الكهربائي او غلق الكمبيوتر. رقم اتنين ما هو اه المقصود بالبرامج مفتوحة المصد. طبعا احنا اخدنا الفرق ما بين البرامج مفتوحة المصدر والبرامج مغلقة المصد. البرامج مفتوحة المصدر المقصود بها ان المستخدم يستطيع انه يغير على الكود البرمجي بتاعه. يعمل تغيير على الكود البرمجي بتاعه. ده عكس طبعا البرامج مغلقة المصدر. اللي هو لا يستطيع الشخص العادي انه يعدل على الكود البرمجي. ولكن اللي تقدر تعدل على الكود البرمجي هي الشركة المصنعة لهذا البرنامج. هي الشركة المصنعة لهذا آآ البرنامج. رقم تلاتة معانا بيقول لك وضح بين مفهوم البرمجيات المجانية ومفهوم البرمجيات التجريبية. آآ اللي هي المجانية والشيروير اللي هي التجريبية. البرمجيات المجانية دي برمجيات آآ يعني آآ غير مدفوعة مجانية كويس. يستطيع الانسان انه يستخدمها مباشرة وآآ على طول الزمن. ده اسمها الفريوير او البرامج آآ المجانية. اما البرامج التجريبية فهي برامج آآ بتكون آآ محدودة آآ الحرية. بمعنى انها بيدي لك هذه البرامج لمدة معينة. بعدها حتى تستطيع استخدام هذا البرنامج لابد انك تشتري. المرمجيات التجريبية هي نسخة تجريبية هي نسخة مجرم آآ مجانية تعطى لفترة زمنية محددة. نسخة مجانية تعطى لفترة زمنية زمنية محددة. بكده يبقى احنا اعرفنا او حلينا او انهينا هذا الموضوع بحل آآ الاسئلة. ان شاء الله آآ مني بتكمل مع بعض. وآآ لا تنسى الضغط على لايك. عمل شير. قد يكون هناك من آآ في احتياج لمثل هذه آآ الشروحات. الى ان ارقاكم عزيزي الطلبة في الدرس القادم. اتمنى لكم جميعا. اتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.